شجرة الزيتون لنستخدمهم بالطريقة الصحيحة لعلاج مشاكل الفم والأسنان واللفة أول حاجة هنبدأ بيها هو زيت الزيتون زيت الزيتون لازم طبعا لما أختار زيت الزيتون أشتريه من مكان موثوق فيه يكون زيت بكر نقي مش مغشوش علشان ما يسبب ليش أي مشاكل فيه الفم والأسنان زيت الزيتون ليه فوايد كتيرة هو مضاد للالتهابات مضاد للبكتيريا يعني إيه مضاد للبكتيريا يعني هيقتلي كل البكتيريا الضارة الموجودة فيه الفم اللي هي أصلا سبب فيه ظهور التساوس فيه ظهور طبقة البلاك فيه انحصار وتراجع اللاثة فيه ظهور رائحة الفم الكريهة فأنا الخطوة الأولى لما أنا أقضي على البكتيريا يبقى أنا قضيت على كل مشاكل الفم والأسنان ولكن طبعا زيت الزيتون مفيد جدا ومهم جدا ولكن مش هيعالج تساوس وصل لمرحلة إن الفيفا جوات لونها أسود أو تساوس فيه ثقوب طبعا ده مش هيتعالج بزيت الزيتون ده محتاج إن أنا أروح لطبيب الأسنان ويبتدي ينظف لي التساوس ويحط لي الحشو المناسب ولكن زيت الزيتون ممكن يعمل على الوقاية من التساوس الحد من تراجع اللاثة القضاء على رائحة الفم الكريهة ودي فوايد كتيرة جدا ومهمة جدا تدفعني إني أنا فعلا أبتدي أستخدم زيت الزيتون زيت الزيتون استخدموا شعوب قديمة من الهند ومن شرق أسيا في القرون الماضية قبل طبعا ما يخترعوا المضمضات اللي موجودة في الأسواء اللي كلها مواد كيميائية كانوا بيستخدموا مضمضة الزيتون إزاي نستخدمها بالطريقة الصحيحة؟ بجيب ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وما كترش أكتر من كده علشان ما تسبب ليش إزعاج في الفم وبحط معاها قدر قليل جدا من المية وببتدي أمضمض بيها مدة لا تقل عن عشر دقائق لو عشر دقائق بالنسبة لك هتكون كتيرة ممكن نمضمض بخمس دقائق ونبتدي نزودها تدريجيا بنمضمض كويس جدا في جميع الاتجاهات ولو حاسس إن المضمضة تقلت في الفم لأن طبعا المضمضة بالزيوت لما أمضمض بيها بتبتدي قوامها يتقل في الفم فأول ما حس إن أنا هشرق أو هتخنق طبعا لازم أتف المضمضة فورا بمضمض بيها كويس جدا واتف المضمضة وطبعا ممنوع بلع المضمضة اللي بالزيت لأن المضمضة اللي بالزيت ديت بتبقى محملة بالبكتيريا من الفم فما ينفعش طبعا إني أنا أبلعها على المعدة هتسبب لي اضطرابات في المعدة وربما تسبب لي إسهال وربما تسبب لي كمال مشاكل في الجهاز الهضمي فإحنا طبعا بعد ما بنخلص المضمضة دي بنتفها كويس جدا المضمضة ديت هتقلل لي من رائحة الفم الكريهة وهتقلل لي من ظهور القرح وهتقلل لي من مشاكل التهابات اللسة وتراجع اللسة ونزيف اللسة طيب هل ده هيغنيني عن الفرشة والمعجون والاستخدام الخيط الطبي أكيد لا الوصفة دي مكملة للفرشة والمعجون والخيط الطبي والزيارات الدورية لطبيب الأسنان لإزالة طبقة الجير وتاني حاجة هتكلم عنها هي أوراق شجرة الزيتون في ناس كتير ما بتحبش المضمضة بالزيوت أو ما بتعرفش تستخدم المضمضة بالزيوت وهنا بننصحها بالمضمضة بأوراق شجرة الزيتون هستخدمها إزاي بالطريقة الصحيحة بجيب بضعة أوراق من الشجرة وببتدي أغسلهم أو أشطفهم كويس جدا تحت مية جارية وبحطهم في مية مغلية مية تكون مغلية مش بفضل حطتها على النار تغلي كل دوت لا مية تكون مغلية وبحط فيها الورق دوت وأبتدي أقفل عليه أسيبها لمدة ساعة بحيث الأوراق تنزل كل الكونتنت أو كل المحتوى اللي فيها وتتنقع كويس في المية وأول ما المية دي تبرد وتبقى يا دوبك فترة أقدر أمضمض بيها أمضمض بيها مدة لا تقل عن دقيقة أو دقيقتين أسيب المضمضة تاخد راحتها في الفم وتشتغل كويس وبعد كده بمضمض كويس في جميع الاتجاهات وأتف المحتوى طبعا ممنوع أني أنا أبلع أي مضمضة من المضمضات اللي أنا بستخدمها لو عايز أزود الفاعلية هحط عليها مطحون الأورنفل وطبعا كلنا عارفين مطحون الأورنفل وفويده للفم والأسنان طبعا هو في زيوت عطرية هيقللي من رائحة الفم الكريهة هيقللي من الالتهابات هيقللي من الألم لأنه طبعا هو مسكن قوي لألام الفم والأسنان واللثة غير أنه مضاد للالتهابات مضاد للتورم مضاد للبكتيريا هيقللي كل البكتيريا الضارة الموجودة في الفم فمع مغلي شجرة أو أوراق شجرة الزيتون هيديني فاعلية حلوة جدا المضمضات الطبيعية ممكن أستخدمها يوميا بدون أي ضرر ممكن أستخدمها أكثر من مرة يوميا بدون أي ضرر لأن هي مواد طبيعية منزلية ما فيهاش أي ضرر ولا أي مشاكل زي المواد الكيميائية الموجودة في الصيدلية دي كانت تقريبا كل فوايد شجرة الزيتون المباركة للفم والأسنان أتمنى فعلا أنكم تجربوها ولو في حد عنده أي استشارة طبية يكتبها لي في التعليقات برد على كل أسئلتكم واستشارتكم الطبية ما تنسوش دعم القناة عن طريق الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع الآخرين لتعم هذه المعلومة وتعم الفائدة مش هطول عليكم أشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله شكرا